العائلة التي تدمرت بسبب الخيانة في مدينة كبرى يسيطر عليها الفساد والجريمة بدأت عائلة كاستيلو تبرز كواحدة من أقوى عائلات المافيا كان زعيمهم لورينزو كاستيلو معروفاً بذكائه ودهائه حيث بنى إمبراطورية للجريمة تركز على تجارة المخدرات والأسلحة عاش لورينزو حياة مزدوجة حيث كان يظهر كرجل أعمال ناجح ومحترم لكنه كان العقل المدبر خلف العمليات القذرة في المدينة فيرناندو ابن لورينزو كان يسير على خط والده لكنه كان أكثر طموحاً وعدوانية أراد أن يثبت نفسه كخليفة لوالده فبدأ في توسيع نفوذ العائلة قرر السيطرة على سوق جديد وهو تهريب البشر كان فيرناندو لا يعرف الرحمة وكان على استعداد لفعل أي شيء لتحقيق أهدافه حتى لو كان ذلك يعني خيانة حلفائه بينما توسعت إمبراطورية كاستيلو ظهر عدو جديد عائلة روسو التي كانت تسعى للسيطرة على نفس الأسواق بدأت الحرب بين العائلتين عندما قام فيرناندو بتوقيع صفقة ضخمة مع كارت المخدرات في أمريكا الجنوبية مما أثار غضب روسو كانت هذه الصفقة هي الشرارة التي أشعلت الصراع رداً على هذه الصفقة قام روسو بتنفيذ عملية اغتيال ضد أحد أقرباء فيرناندو المقربين أثار هذا الهجوم الغضب داخل عائلة كاستيلو وبدأت سلسلة من عمليات الانتقام بين العائلتين لكن فيرناندو لم يكن يريد فقط الانتقام بل كان يسعى لتدمير عائلة روسو بالكامل في وسط هذه الحرب بدأ الشك يتسلل إلى عائلة كاستيلو علم لورنزو أن هناك خائناً داخل العائلة يقوم بتسريب المعلومات إلى عائلة روسو بدأ البحث عن الجاسوس لكن فيرناندو كان مشغولاً بالتحضير لهجوم جديد لم يكن يعلم أن هذا الخائن قريب جداً منه بدأت الشرطة تشدد قبضتها على المدينة وأصبحت المداهمات أكثر تكراراً قرر فيرناندو تنفيذ عملية كبرى لضرب عائلة روسو والقضاء عليهم نهائياً كانت هذه العملية محفوفة بالمخاطر لكنها كانت فرصته الوحيدة لاستعادة السيطرة تم التخطيط للعملية بدقة لكن الخائن كان على وشك الكشف عن كل شيء في يوم تنفيذ العملية حدث ما لم يكن في الحسبان تم الكشف عن خطة فيرناندو من قبل الخائن وفشلت العملية بشكل كارثي قتل العديد من رجال كاستيلو وبدأ نفوذهم ينهار تدريجياً حاول فيرناندو إنقاذ ما يمكن إنقاذه لكن الأمور كانت تخرج عن السيطرة أدرك فيرناندو أن عليه مواجهة الخائن الذي تبين أنه أحد أقرب مساعده ماريو خطط فيرناندو لعملية تصفية داخلية للقضاء على الخونة واستعادة السيطرة كانت المواجهة دامية لكنها أسفرت عن مقتل ماريو ومع ذلك كانت الأضرار التي لحقت بالعائلة كبيرة بينما كانت عائلة كاستيلو تترنح استغلت عائلة روسو ضعفهم ووجهت لهم ضربة أخيرة اقتحموا معاقلهم واستولوا على معظم مواردهم لورنزو الذي كان يشعر بالخيانة والفشل قرر الانسحاب وترك الإمبراطورية لابنه فيرناندو لكنه لم يكن يعلم أن عائلته كانت على وشك النهاية مع سقوط العائلة وتقلص نفوذها قرر فيرناندو الهروب من المدينة حاول البدء من جديد في مكان آخر لكن أعداءه كانوا في كل مكان في نهاية المطاف تم اغتيال فيرناندو في عملية مدبرة من قبل أعدائه القدامى انتهت إمبراطورية كاستيلو كما بدأت بالعنف والخيانة إذا أعجبك الفيديو لا تنسى أن تضغط زر اللايك وأن تشترك في القناة مع تفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد ترجمة نانسي قنقر